اسم التجربة كيف يمكن ملاحظة تأثير الشحنات الكهربائية الهدف من التجربة ملاحظة سلوك الأجسام المشحونة واستنتاج العلاقة بين الشحنات المتشابهة والشحنات المختلفة عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة غسل اليدين جيداً بعد تنفيذ التجربة أدوات التجربة مشتن بلاستيكي قصاصات صغيرة من الورق أربع قطع من شريط لاسق خطوات إجراء التجربة نضع قصاصات الورق على سطح الطاولة ندلك المشتن بلاستيكي بالشعر ثم نقربه من القصاصات الورقية فنلاحظ انجداب القصاصات إلى المشت نحضر قطعتين من الشريط اللاسق ونثني سنتمتراً واحداً من كل قطعة على نفسها لتكون مقبضاً نلسق قطعتي اللاسق بشدة على الطاولة ثم ننزعهما بسرعة عن الطاولة ونقرب إحداهما إلى الأخرى بحيث تكون الجوانب غير اللاسقة متقابلة فنلاحظ تنافرهما نثبت القطعة الثالثة على الطاولة ونضع فوقها القطعة الرابعة ثم ننزع العليا ثم السفلى عن الطاولة بسرعة ونبعد إحداهما عن الأخرى نقرب القطعتين من جديد بحيث تكون الجوانب غير اللاسقة متقابلة فنلاحظ تجاذبهما النتائج تتنافر الشحنات الكهربائية المتشابهة عن بعضها بعضاً أما الشحنات الكهربائية المختلفة فيتجاذب بعضها بعضاً المواد المتعادلة مكونة من شحنات موجبة وسالبة وتستطيع أن تنجذب إلى شحنات أخرى تتنافر الشحنات الكهربائية المتعادلة لتنجذب إلى شحنات الكهربائية المتعادلة تتنافر الشحنات الكهربائية المتعادلة